بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كيف كون الشراء إن شاء الله تكونوا لبسوا في أحسن الأحوال يا رب قصتنا لليوم قصة التجر الغني الذي أوصى ابنه ولكنه لم يعمل بواصيته تابعوا معايا تفاصيل القصة نترككم على بركة الله قصتنا لليوم تقول كان الرجل يمتلك أرضا كبيرة وكان يعمل في زراعتها ولكنه قد كبر في السن فظل يفكر هو وزوجته وأبنائه لماذا تجلس هنا هيا معي نذهب إلى دارنا لقد حل الليل قال لها إني أفكر في المكان ما الذي يديره من بعدي أتريد أن تترك المكان قالت عائشة أنا أفكر من الذي يدير المكان من أبنائنا لقد كبرت في السن وأنت كبرت في السن وأريد أن أحاول من أحد أبنائنا أن يدير المكان حتى أنا وأنت تستريحين كان الرجل له ثلاثة ما الأمر يا والدي فقد قال لهم عليكم أن تسمعوني لقد جمعتكم اليوم لكي أكتب لكم كل ثروتي ليستريح قلبي يا والدي ما زلت وما زال أخواتي صغار قاسم سوف أكتب لك كل أملاكي وأنا متأكد أنك سوف تحافظ عليها وسوف تنقلها بإسمكم جميعا عندما تقبر عندما تقبر أخواتك وكتب الرجل كل ثروته بإسم قاسم وبعد أيام عديدة توفي الرجل وأصبح قاسم يمتلك كل شيء فقرر قاسم أن يأتي بزوج بزوجة لتعيش معه في دار العائلة أي عائلته كانت زوجته تعامل والدته معاملة طيبة وسرعان ما أخبرها قاسم بأن والده قد كتب له كل شيء تغيرت الزوجة تجاه والدته وبدأت تعاملها معاملة سيئة وقالت لزوجها تعبت وزهقت من حياتي ما عاد باستطاعة أن أتحمل هذه العيشة المملة مع والدتك يا فاطمة والدتي كبيرة عادت تستطيع أن تفعل شيئا وأنا ما عاد باستطاعة أن أتحملك وأخيك ووالدتك أي إخوتك ووالدتك لابد أن أترك المنزل ولم تراني بعد هذا اليوم يا فاطمة أتريد أن نرجع إلى هذا المنزل القديم الذي كنا نعيش فيه قالت ما عاد باستطاعة أن أعود إلى هذا المنزل أريد منك أن تأخذ أخاك ووالدتك إلى هذا المنزل لكي يعيشوا هناك وأنت وأنت يجب أن نعيش هنا لوحدنا لن يرفض لزوجي طلبا في يوم من الأيام فأخذ والدته وأخاه الصغير عمر وذهب إلى المنزل الذي كان يعيش فيه هو وزوجته وقال لهم من اليوم هذا منزلكم فنظرت إليه والدته وقالت له هذا الذي أوصاك به أباك أتريد أن ترميني أنا وأخاك بداخلي هذا المنزل القديم إني أخاف أن يحاسبك الله على ما فعلته على ما فعلته معي أنت وزوجتك من اليوم أعلم أن أمك ماتت في نفس اليوم الذي مات فيه والدك أي أباك كان أخاه مالك يدرس في الخارج وعندما علم بأن أباه قد توفي وأن قاسم أن أباه قد توفي وأن قاسم هو يدير كل شيء فقرر بأن لا يعود إلى مدرسته وخلص دراسته واشتغل في أحد الشركات في أحد الشركات ومع مرور الأيام أصبح يمتلك ثروة وكان كل فترة يسأل على والدته وإخوته وقال لهم من اليوم أتريد أن ترميني أنا وأخاك بداخلي هذا المندل القديم إني أخاف أن يحاسبك الله على ما فعلته به أنت وزوجتك من اليوم أعلم أن أمك ماتت في نفس اليوم الذي مات فيه أبك أي أبك كان أخاه مالك يدرس في الخارج وعندما علم بأن أباه قد توفي قرر بأن لا يعود إلى منزله حتى أن يكمل دراسته وخلص دراسته واشتغل في أحد الشركات الكبيرة ومع مرور الأيام أصبح يمتلك ثروة كبيرة وكان كل فترة يسأل على والدته وإخوته وعندما علم بالذي هو حصل لوالدته وأخاه الصغير كرر أن يعود وعندما عاد اشتراه قصرا كبيرا وأخذهم يسكنوا معه وكان قسم يعمل في التجارة ما كان والده وكان يأتي إليه الناس من كل مكان ولكن بعد اليوم الذي طرد فيه والدته لم يأتي له أحد ولكنه قد رهن أملاكه كلها واشترى بضاعة كبيرة ولكنه لم يستطع أن يبيع منها شيئا وحاس بالندم فيما فعله مع والدته وأخوته وقرر أن يذهب إليهم ويطلب منهم السماح فيما فعله بوالدتهم وبهم ولكنه لم يرى منهم أحد فصرخ في وجه زوجته وقال لها لقد خسرنا كل شيء قالت له ما زلنا نمتلك هذا المنزل والحمد لله أنهم ترقوه لولا هذا المنزل لخسر كل شيء والدتي وإخوتي والدتك وإخوتك هما السبب في كل شيء ترجمة نانسي قنقر